والصعود واللدود والمشي المشي اللي هو الملينات يقول لك انا عايز ملين شربة عشان ايه تلين وتنظف معدتي وحاجات منك ده المشي لانه بيؤدي الى المشي بتمشي كتير رايح جاي على دورة المية فسموه المشي عشان بيمشيك رايح جاي فسموه الملينات المشي العرب تسمي الكلمة معبرة هو خبالك ازاي انت تسميها الملينات لكن العرب ما يسميهاش ملينات العرب الاصيل يقول لك المشي لانها تؤدي للمشي الى الغايح جاي والحجامة زي ما قال بقى ايه ابن سينة في كتاب القانون قال لك الحجامة نوعان حجامة جافة وحجامة رطبة والحجامة الجافة اللي هي كسات الهوى اللي انت شفتها عند جدك وجدتك زمان وانت صغير انا فاكر وانا في ابتدائي كده صغير فقول ابتدائي كان عندنا الكسات دي كنا واخدينها من جدي لما توفت الله يرحمه وموجودة حد الوقت الكسات الهوى دي عبارة عن الحجامة الجافة بيحطوها في مواضع معينة بعد ما يسخن الهوى جواها يقوم يحطها على مواضع معينة من الجسم يقوم اول ما تلتسك بالجسم تبرد ببرودة الجسم وهي قصة انتاخنة فيقوم يحصل ينكمش الهواء اللي داخلها بعد ما تمدد فتقوم تشفت جزء من جلد الانسان جوا ايه الكباية دي فتقوم تشبك الكباية جوا ايه المكان ده ويسيبوها قطرة لحد ايه ما تمص المرض زي ما كانوا بيقولوا الناس زمان او بتؤثر في المكان الموضعي ده وتؤدي بعد ذلك الى تأثير عام في الجسم بالتجربة طريقة شغلها ازاي ما نعرفش ما بحثناش هم جربوها العرب ولقوها انها بتجيب نتائج في اماكن مختلفة في مواضع مختلفة دي الحجامة الجافة اللي هي كسات الهوى الحجامة الرطبة نوعين نوع بالكسات بس مع التشريط لانه يسموها رطبة عشان بيخرج معها دم بسيط يوم يشرط تشريط خفيف كده ويحط الكاس بتاع الهوى ده يوم يشفت فيسموها ايه رطبة ونوع تاني دي لكسات خالص اللي يسموه الفصد الفصد اللي هو ايه يشرط من غير كاس في اماكن معينة علشان يطلع دم كتير لما يكون الدم فيه فوران كبير يوم يطلع دم كتير يوم يهد الجسم ده يسموه الفصد فالحجامة جافة وحجامة رطبة والرطبة نوعين الفصد والحجامة اللي هي بالكسات مع التشريط ده علاج عربي اين لم تستفد به ما بيدركش شفت الجمال والحلاوة بقى فاحنا عايزين اطباء انا ليه بقول الكلام ده علشان الناس اللي معانا دول اللي ازا كونوا في كليات طب أو كده يحاولوا لما يتخرجوا يعملوا ابحث في الحاجات دي ما يفضلش يتعلم السموم اللي بيعلمها له اسد ذاته اللي هم بيعانوا من مشاكلها مع مرضاه يقوله العيان لما يجي لها بكذا بديله كذا وديله كذا وديله كذا ما يعرفش ان كذا ده بيودي في داهية يعني انت المريض مثلا بتاع الجلطة بتديله ادوية علشان تعمل سيولة الدواء ده لو ما كانش متزبط كويس والعيان في حتة بعيدة ممكن ينزف يموت لانه زودت له السيولة زيادة عن الريزوم فينزف يموت فجلت علاج له الجلطة موت من نزيف تحصل والله عيان تاني عنده سيولة تدي له ادوية للجلطة تقوم تزود له تجلط الدم زيادة عن الريزوم يعمل له شالة ما انت لسه مفيش بصيرة مفيش بصيرة والحاجات دي كل يوم بنشوفها كل يوم بنشوفها لاننا عادين بقى مرابطين في المستشفيات لكن انت شوف بقى العلاج البسيط الغير مركب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشي اللي هو الملينات او المسهلات ومنها الشرب او غيرها وفيه حديث تاني بيقول وخير الحجامة والحديث ده روال حاكم عن ابن عباس وابو داود عن ابي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الحجامة يوم سبعة عشرة وتسعة عشرة واحدة وعشرين يعني كأن الحجامة كمان بتتعلق تأثيرها بوقت عملها يعني لو عملتها في الليامة اللي حددها الرسول في الشهر العربي يبدو ان تأثير القمر كمان على جسم الانسان مع استعمال هذا الدواء بيوضاع تأثير الدواء فيخليه يدي تأثير اعلى فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الحجامة يوم سبعة عشرة وتسعة عشرة واحدة وعشرين وفي العود الهندي سبعة أشفية منها ذات الجنب الحديث ده برضو العود الهندي ده يعرفوه الناس العطارين العود الهندي ده نوعين في عود الهندي اللي هو بيستعمل في البخور المعروف وفي عود الهندي كاتب هنا في الهامش بيسموه القصة البحري القصة البحري نسأل عليه العطارين ده فبيقول وفي العود الهندي سبعة أشفية يعني بيعالج سبعة أمراض سبعة أشفية منها ذات الجنب ايه ذات الجنب دي؟ ذات الجنب برضو فدل تبحث عليها لحد ما جيت في كتاب القانون لابن سين علشان أدور عليها ما أنا مش مقولها بقى دكتور وبشرح لحتة دي بقى وبعدين ما عرفش أقولها تبقى مقلب يعني عيب فطلع بقى ذات الجنب دي ايه بقى عبارة عن نوعين ذات جنب حقيقي عند العرب مقسمينه أطباء العرب مقسمينه هذا التقسيم ذات جنب حقيقي يعني فيه معاورم أو شيء تغير في جسم جنب جنب الصدر عارب جنب الصدر؟ إذا نظرت لجنب الصدر وكان فيه تورم أو تغير ترى بعينك يسموه ذات الجنب الحقيقي عشان شفت بعينك وإن كان مفيش أي أثر تشوفه بعينك لكن المريض بيشتكي بالجنب بتاعه يسموه ذات الجنب غير الحقيقي وذات الجنب الحقيقي إن كان مصحوب بحرارة عالية مرتفعة يعني وألم نخاس نخاس يعني كل ما ياخد نفسه يحس بشكة يسموه ألم نخاس فيبقى ده التهاب في الغشاء المبطن للضلوع اللي إحنا نسميه بلوري التهاب في الغشاء البلوري المبطن لإيه؟ للرقة اللي هو مغل في الرقة ومبطن للضلوع تجد العيان من دول أول ما ياخد نفسه يوم إيه؟ الرقة تتمدد تروح إيه؟ زنق الغشاء ده في الضلوع والغشاء ده مما يبقى ملتهب يلزق في الضلوع يوجعه يوم مع كل نفس يحس بشكة واخد بالك ده يسموه ذات الجنب وإذا كان مصحوب بحرارة عالية وسرعة في التنفس يبقى ده التهابري أو واخد بالك فده ذات الجنب أي ذات الجنب يعني المرض اللي ييجي في جنب من الجوانب القصة الهندي ده بقى بيقولوا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوا إنه هو علاج لسبعة أشفية منها ذات الجنب ده حد فينا من الأطباء فكر يجرب علاج النبي لكن نروح نجرب علاج مين علاج شوية العالم الأجانب اللي مودييننا في ده فنسأل الله السلام المفروض كليات الطب في بلاد الإسلامية تعكف على دراسة الطب النبوي بجانب الطب اللي هم ما بيدرسوه ما يدرش يعني الطب اللي بيدرسوه لا يخلو من حكمة لأنه هو ده رصيد أبحاث البشرية على مر العصور والقرون خلاصة ما وصلوا إليه من التجارب أثبتوه في كتابهم وأصبح بيدرس لا يخلو من الحكمة مش معنى أنه هو كله مساوئ أنا بس ببرز لك المساوئ مش معنى كده أنك أنت متروحش للدكاتر لا يروح لكن بعقل والدواء اللي أنت رساجتش نفسك استفدت منه حتى لو الدكتور نصح حاجبيه ما يتاخدوش برضا لأن أنت أكتر واحد تجرب وتعرف نفسك مش تقف طوابير وتاخد الدواء شهر وتروح للدكتور تقول له ما استفدتش تب يكتبوا لي تاني يكتبوا لك تاني ليه؟ ما أنت مستفدتش ولو ما كتبوا لكش الدكتور تبيع عليه ده دكتور وحش يا ساتر ده كأنه بيديني بنجيبه وده اللي بيحصل مع مرضى التأمين ومرضى نفقة الدواء تيجي تقول له ما أنت مستفدتش يا عمي ما فيش دعي نكتب لك الدواء ده اطلع بقى روح كده وتوضى وصلي ركتين ودعي ربك يشفيك بقى وبلاش بقى المسخرة اللي أنت بتاخدها دي ما انت هستفدش يقول يا ساتر ده دكتور ده هو بيديني بنجيبه وتسمع يدي عليك برا فالناس للأسف ما تفهمش مش عارف تتعامل معهم إزاي فإحنا بنقول بس للأطباء أنه هم يدرسوا الطب النبوي ويعملوا عليه أبحاث بجانب دراساتهم للطب التقليدي المعتاد الوقتي اللي هو رصيد البشرية على مر العصور والقرون ربما يستفيدوا وغالبا حيستفيدوا في أشياء كثيرة تعالج أمراض هم مش تقلقين لها على جيل وقت دي مجرد بس إيه لفتا وفي العود الهندي سبعة أشفية اللي هو القسط البحري منها ذات الجنب وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي يوزر هو الإمام أحمد والترمزي وابن ماجا والحاكم ما ملأ ابن آدم وعاء شرم من بطن وفي رواية من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبة جرب نفسك كده وانت بين الجوع والعطش بين الجوع والشبع لن تجعان ولا شبعان تجد نفسك أنشط ما تكون الإنسان لا ينتج في حياته لا يعرفش يذاكر أو يعمل صنعته أو يؤدي وظيفته بصورة كاملة أو عبادته إلا وهو بين الجوع وبين الشبع يبقى لا جعان ولا شبعان هي دي الفترة التي تجد نفسك فيها كلك نشاط وكلك حيوية وعقلك حاضر فلو الإنسان مشي على كلام النبي ده لما تيجي تأكل تخلي نفسك باستمرار بين الجوع والشبع يعني بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبة فإن كان ولابد فعلا يعني لو كان شريح بقى ولابد يأكل ومش قادر يأكل لقمتينه والكفاية والوقت بقينا ندبس معدة الناس الشريحين السومان قوي بتتعمل عمليات تدبس معدة وحزام للبطن ليه علشان تجبره لقم وأصغر الجمع ثلاثة وتجد أن نجاح العملية دي يقف على أنه يأكل ثلاث مرات بس يبلع ثلاث بلعات دي كفاية عليه قوي عشان يعرف يخص ويعرف يتدب فيه الصحة بعد ما بقى وزنه امتين وخمسين كيلو ومية وخمسين كيلو ومية وسبعين كيلو بتجينا أوزان غريبة شفت تلتمية وسبعين وشفت ربعمية ناس كل ده فتجد العملية اللي اخترحها الأجانب في علاج دي هي حديث النبي بس إجباري بحسب ابن آدم له قيمات يقمنا صلبة إيه هي لقيمات أقل الجمع ثلاثة تجد العملية دي هو يأكل ثلاث بلعات لو خد الرابع يتقاية غصب عنه كده لأن انت حجمت له المعدة على قد ثلاثة زادت عن ثلاثة مفيش حاجة تقم تقف في المريء يتقاية فإن كان ولابد فاعلا يعني لو الإنسان بقى لابد شاره ونفسه في الأكل مش عايز يأكل ثلاثة بس ويوم لا الأكل طعمه حلو ومفتوض بيه شوية فإن كان بقى ولابد بقى حيزود فيأكل تلت بطن بقى فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه شوف الجمال يعني أقصى ما يأكله الإنسان هو تلت بطنه فما بالك اللي يأكل بطنه كلها يملى بطنه كلها أكل وبعدين الحقوني بملينات والحقوني بهواضم ومعندكوش فوار طب هكلي سيبن أب طب هكلي مش عارف إيه يا ساتر الواحد بطنه مدايقه يفضل رايح جاي طب ما أنت اللي عملت في نفسك كده وانت بتاكل في آخر زادك أما تاكل الوقت يوم ما تجوع يبقى شيل الأكل ده أكله ثاني ما تجوع ما تخافش يعني يعمل لك بقفل في التلدة بتاعتك لو خايف عيالك يأكلون كل الحبة البسيطة دي وشيل الباقي زي ما هو كده وحرج على مراتك قوي حد يقرب للطبق ده لما جوع أنا حاكله هو هو لو كان ولابد بقى فأنت تفتكر حديث النبي الجمال كله والراحة كلها والنشاط كله والطب كله فإن كان ولابد فاعلا يعني مش مستحمل فسلس لطعامة وسلس لشرابه وسلس لنفسه عشان يعرف يتنفسه شوف أنت لما بتاكل أنت أكله كتير تقول مش قادر ياخد نفسه لكن يجوز الشبع على ألا تكون عادة مرة في العمر مرتين في العمر اتعزمت الفرح واخد بالك ما يجراش حاجة أنت بتروح فرح كم مرة في السنة كمس مرات في السنة ابقى روح بقى الترع فيه ما يجراش حاجة مش هيجرح جسمك يستحمل لما تشبع قوي خمس مرات في السنة تمشي إنما تشبع كل يوم ثلاثة قاطل إيه بقى هنعمل لك مدود عارف المدود ما ينفع فالواحد مش قاعد بيعرف في نفسه ما يبقى على المداود إلا شر البقى واخد بالك فالواحد ما يعتبرش نفسه قاعد بيعرف في نفسه ويعرف في عياله يأكل ده تلاقي العيل من دول جاي لك كده جاي العيادة ولا جاي للمستشفى تلاقيه عنده ست سنين وهو قاد كده ماشي كده هو مش قادر ورجلين فرشحة متخطة ما هو ده لما بيجبر بيبقى شاب ده بيبقى مسكين ما فصله بتبوز ولا بيعرف يلعب رياضة ولا بيعرف تنايل على قينه وانت فرحان قوي انك بتردعه فكتا ما ينفعش فانت لازم كمان يبقى عندك عقل في طريق تربيةك لأولادك وتربيةك لنفسك وتمشى على سنة النبي تقوم تبقى ماشي على بصيرة تبقى مستريح ماشي على بصيرة مش طول النهار قاعد تاكل وتشرب تاكل وتشرب ما ينفعش وهنا تقريبا توقف المصنف عن ذكر الاحاديث الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالطب وانكتل الاحاديث الوردة عن النبي في الطب كثيرة جدا ولو عايز تاخد كتير منها اشتري كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم الجوزية كتاب اسمه الطب النبوي الحاجات اللي فيه بعض الأطباء الأجانب أسلامه لما سموا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحم من فيح جهنم فأبردوها بالماء الحم من فيح جهنم فأبردوها بالماء انت الوقت لما بيجي لك أي سخنية بتروح حتى الصب الحديث يقول لك يعمل له كما دات مية ساعة صحة ولا لأ هو فد النبي لما تيجي تشوف كلمة الحم الألف واللام هنا هل هي للعهد ولا للجنس يعني أي حم تنفع تبردها بالمية ولا حم مخصوصة فإن كان الألف واللام هنا للجنس يبقى تشمل كل أمراض اللي تبقى مصحوبة بارتفاة في الحرارة ولكن الرجح أنها لا تشملها ولكنها للعهد أي الحم المعروفة في جزيرة العرب أي الحم التي يتعرض لها العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الحم المعهودة أي الحم المعهودة بيننا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه فبلهم الحم التي تحدث بيننا فالألف واللام هنا للعهد وليست للجنس أي الحم المعروفة في زمنه صلى الله عليه وسلم هي دي علاجها الوحيد المية فإيه نوع الحم بقى الارتفاع في الحرارة الإعلاج الوحيد هو المية ضربة الشم والرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في جزيرة العرب حيث البلاد الحارة شديدة الشم اللي هي صحراء شديدة الشم فكان أكثر سبب للحمة في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ضربة الشم وعلاج ضربة الشم إلى يومنا هذا الوحيد هو المية العيان يشرب مية ويستحمها ويشرب مية ويستحمها ويشرب مية ويستحمها يخف هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحم من فايح جهنم فأبردوها بالماء لدرجة أن فيه دكتور ألماني لما سامع القصة دي من أحد الأطباء اللي عايشين في ألمانيا أسلم لأن محدش يعرف المعلومة دي إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة سنة على ما عرفوا أن الحم علاجها أنك انت تبردها بالمية في الطب الإغريخي بعد كده لما عرفوا أن الرسول سابقهم بخمسمائة سنة وقال وما كانش فيه واحد على ظهر الأرض أيام النبي يعرف هذه المعلومة وجات من فم إنسان نشأة في بيئة أمية غير مشهورة بالتب لو عرفت كل الحاجات دي تعرف أنه هو لا يتكلم إلا بوحي من الله دي حاجة الحاجة الثانية الأمراض المعدية محدش عارف الأمراض المعدية إلا من عصر بستير في أول هذا القرن اللي هو الدكتور بتاع البكتيريولوجي اللي هو علم البكتيريا الكرينسي اللي هو يعرف يشوف البكتيريا بالميكروسكوب ويوصف هذه الكائنات الدقيقة اللي هي ممكن تكون أسباب لعدوى الأمراض ده في القرن ده بس طيب شوف أنت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على العدوى من 14 قرن ما كانش حد يعرف إيه هي العدوى وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العدوى ونفاها في آن واحد في حديث واحد أثبتها ونفاها في آن واحد فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعجز ده يثبت العدوى وينفيها في آن واحد والأطباء أيضا أثبتوا العدوى ونفوها في آن واحد في العلم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ايه لا عدوى ولا طيرة نافى العدوى ولا طيرة يعني ولا تشاؤ يعني ما فيش عدوى ما فيش تشاؤ وبقيت الحديث ايه وفر من المجزوم فرارك من الاسد فاسبت العدوى في اخر الحديث اذا ما فيش عدوى طب ليه افر من المجزوم بقى طب ما ناعد جام لكن الرسول في اخر الحديث أثبت العدوى وفي أول الحديث نفى العدوى إزاي نجمع بين هذا الكلام اللي في ظاهره تناقض ويتضح في الطب الحديث إنه هو ده الكلام المزبوط فعلا لا عدوى ولا طيرة وفر من المجزون فرارك من الأسد الوقت إحنا كلنا بنشم الميكروبات وإحنا عايشين وقاعدين في الجو وفي كل حتة وإحنا ماشيين ميكروب الدارن ده اللي بيسبب الشطل الرأوي ده موجود في الهواء الجوي العادي اللي بيتنفسه كل الناس على وجه الأرض كل هوا داخل وطالع في ميكروب الدارن طيب كم واحد بيصب الدارن أعداد بسيطة طيب يبقى لو المسألة عدوى عدوى بس كده يبقى أي واحد ياخد الميكروب يدخل جوفه ويبقى لازم يعيش لكن ده إحنا الميكروب ويخش جوفنا ويطلع مع كل نفس وبيعيش بعدنا ستين وسبعين سنة وما يجلوش دارن ولا مر بل أغلب الناس كده والقلة هما اللي يجي لهم دارن بس فهمت إزاي يبقى في عدوى وما فيش عدوى ليه لأن الميكروب لا يؤثر بنفسه ولكن يؤثر بالله أي لا عدوى بذات الميكروب ولكن بإذن الله فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى العدوى التي تجعل التأثير من الميكروب ذاته يعني الميكروب لا يعمل إلا بإذن الله دي معنى لا عدوى أي لا عدوى إلا بإذن الله وليس للميكروب تأثير بذاته بدليل أن يتعرض الإنسان للميكروب ولا يمرد إلا إذا أذن الله له بالمرض يمرد ولكن من باب الأخذ بالأسباب لا تعرض نفسك للميكروب بس فر بقى من المجزون فرارك من الأسل من باب الأخذ بالأسباب فقط مش من باب اعتقاد أن الميكروب سيمرد بذاته ولكن ده من باب الأخذ بالأسباب حمية وقاية الحمية هي الوقاية فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الوقاية من العدوى بالفرار من المجزون وأثبت عدم حدوث العدوى الملزم بالتعرض بالميكروب وده هو ده الضب الحديث يعني الميكروب إذا جاء للإنسان لا يؤثر بالمرض حتما ولكن إذا كان الإنسان عنده القابلية للمرض اللي هم بقى إيه إحنا نقول إذا كان مقدر له بالمرض فربنا يمرده هم يقولك عنده قابلية للمرض تسبت بول تسبت بول يعني عنده قابلية قابلية يعني عنده جسمه عنده القابلية القابلية دي النبي صلى الله عليه وسلم بيانها أنها بقدر الله شفت الجمال هو ده الضب الحديث اللي محدش عرفه إلا من كام من ثمانين سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله من كام سنة دي معجزة كبيرة لو عدنا نفكر فيها دي معجزة كبيرة لا عدوى ولا طيرة وسر من المجزون فرارك من الأسد فواحد من الصحابة استعجب شفت كلام النبي بقى وإقناعه الجميل عشان يقولك إيه؟ يقولك أن المسألة مسألة قابلية لللي حيمرد هو اللي بيعي بس والقابلية دي هي قادر الله فيه فأم واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أرأيت الجمال الأجرب إن كان في القطيع عدى القطيع كله دا احنا بنشوف انت بتقول منين لا عدوى وإحنا بنشوفها يا رسول الله دا لو عندنا جمل أجرب في القطيع القطيع كله بيجرب صح ولا لأ شفت الصحابة هو بيسأل النبي شفها النبي يجاوب لي يقوله إيه؟ ما سؤاله هو جميل وفيه زكاء فهو مش بيكذب النبي هو بيستفن الرسول قال له عدوى صلى الله عليه وسلم والتاني شايف العدوى بعين الجمل الجربان يعدي القطيع كله يبقى فيه عدوى فبيستفن شف النبي بقى ازاي يرد الرد الجميل اللي فيه الشفاء بموجز كلام موجز مش كلام بقى علمي بقى صفصطة يتعب دماغك لا قال له ايه؟ فمن أعدى الأول شفت الجمال انت بتقول الجمل الأجرب لما يجي في القطيع يجي القطيع كله طب مين اللي مرض الأولاني خالص اللي هو ما كانش في القطيع واحد جربان قادره اللي هي اللي احنا بيسموها الأطباء اللي هي قابلية المرض اللي هي قدر الله في الإنسان شفت جمال بقى النبي وشفت طريقة إقناعه للإنسان ببساطة فأول ما قال له من أعدى الأول سكت تهمت المسألة سوف الطب بتاع النبي والكلام الجميل اللي هو يوافق مؤجزة ومش كده وبس عملوا لك نظام الحجر الطب في الأربعينات أول ما عرفوه في الأربعينات والثلاثينيات من هذا القر الحجر السحي لما ينتشر مرض وبائي في قرية من القرى يقفلوا القرية دي ويكردنوها ويأخذوا أسماء الناس اللي فيها وأسماء المرضى هو ممنوع حد يدخل وحد يأخذ نظام الحجر الطب أو الحجر الصحي أول من قال بالحجر الصحي في تاريخ البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من 14 قر قال إذا سمعتم الطاعون في بلد وكلمة الطاعون عند العرب هو المرض الوبائي مش الطاعون بالذات البليج اللي هو بينتصل بميكروب عصوي عن طريق البراغيب بتاعة الفران مش هو البليج بس البليج ده ده نوع من التواعيد الطاعون عند العرب معناها شامل لكل مرض وبائي يعني تشمل الأمراض الوبائية يدخل فيها الكوليرا طاعون عند العرب يسموه كوليرا طاعون فليس الطاعون هو طاعون بس ده الإيد عند العرب يسموه طاعون لأنه وباء أي وباء ينتشر بين عدد كبير من الناس في فترة زمنية قليلة ويكونوا في حتة محصورة عند العرب تسمي هذا المرض طاعون كويس زي الحسبة غير وغير وزي الجدري وغير والحاجات الكتيرة كانت منتشر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه إذا سمعتم بالطاعون في بلدة إن كنتم فيها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا حجر الصحة دي معجزة بقى ولا مش معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ييجو في الآخر يقولك ده إنسان مصلح لا ده يوحى إليه بقى ده يوحى والله العظيم يوحى إليه لأن لا يعلم هذا الكلام قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون آيانا يبعثون وهذه المعلومات كانت غيب فلا يعلمها إلا الله فمن أخبر بها من البشر يبقى موصول بالله على طول كب لأن دي أمور غيبية ما يعرفاش لربك يجي بشر يخبر بيها يبقى لذب البشر ده متصل بالله اللي هو الوحي اللي هي النبوة اللي هي الرسالة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون آيانا يبعثون بل ادارك علمون في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون فشفت جمال وحلاوة وعلم النبي في جانب بسيط من جوانب علوم البشر وهو جانب الطب بس فما بلد بقى الجوانب الأخرى ثم بعد ذلك ينتقل إلى جانب آخر من جوانب علوم النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها الله في هذا القلب العظيم صلى الله عليه وسلم وهو جانب علمه بالأنساب وعلم الأنساب بقى ده هو ده العلم اللي ما فلحش فيه إلا العرب في أجناس الأرض جميعا هم العرب اللي نسابة بس في جميع أجناس الأرض لا الهنود يعرفوا الأنساب ولا يهتموا بيها ولا أهل الصين يعرفوا الأنساب ولا يهتموا بيها يمكن الصب كان منتشر في الهند وفي الصين أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان منتشر في إيه في اوروبا مع بعض الاساطير عند اليونان وغيرهم لكن علم النسب كنسب علم الانساب ما كانش يعرفه حد خالص الا العربي بس العرب هم اللي بدعوه وهم اللي كانوا يتفننوا فيه ويفهموه اللي هو نشأ بعده علم الانثروبولوجي بعد كده علم السلالات البشرية علم السلالات البشرية ده اصلا منشأوا علم الانساب اللي يسموه انثروبولوجي الوال فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي برع في العلم اللي برع في قومه بقى وجاب لهم معلومات هم نفسهم ما يعرفوهاش يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاب لهم علوم هم ما كانوش يعرفوه اصلا وجاب العلوم اللي هم برعوا فيها جاب لهم فيها معلومات ما كانوش هم يعرفوه اصلا فدي كمان علشان يبقى آية للنبي لأهل عصره انه هو بيوحى اليه فهو ده بقى ايه الموضوع اللي احنا هندخل فيه اللي هو علم النبي بالانساد فيقول وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام الترمزي عن عروة واحمد عن ابن عباس مسندا وقد سئل عن سبا ارجل هو ام امرأة ام قرية ام ارض فقال رجل ولد عشرة تيامن منهم ستة وتشاء ام اربعة نجلس ايه لقد كان لسبع في مسكنهم ايه سورة سبا فاصطحابك سمعت كلمة سبا الصحابة دول علماء في الناسب وهم دول الناسب وسبا دي في اليمن واليمن دي جزء من بلاد العرب من قبائلهم فالمفروض كانوا يعرفوا مين سبا ده واخد بالك فاحتاروا العلماء بالناسب احتاروا وكان اعلم واحد بالناسب في عصر النبي بعد النبي سيدنا ابو بكر كان نسابة العرب سيدنا ابو بكر الصدية كان بارع فيه درج كان يعرف القبائل دي اصلها ايه ودي ودي علاقات النسب بين دي ايه ودي يعني عارفهم كده زي ما عارف ولاد فلما نزلت لقد كان لسبا في مسكنهم ايه احتاروا مين سبا ده علماء الناسب كلهم يروحوا يسألوا مين سيدنا رسول الله سبحانه بيقولوله سبا راجل ام امرأة ام ارض راجل ده ولا ست ولا ارض يعني بقعة نشأوا فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل سبا درجل ولد عشرة ولد عشرة تيامن منهم تيامن يعني عاش في جزيرة العرب الرسول صلى الله عليه وسلم الف حديث الايمان يمان والحكمة يمانية الايمان يمان والحكمة يمانية واليمن عند العرب تشمل تهامة وارض اليمن اللي هي معروفة الوقت لحد الوقت داخل فيها حضر موت كمان وعدم كويس يبقى يدخل فيها تهامة وتهامة فيها مكة والمدينة يبقى اليمن عند العرب القدماء هي أرض الحجاز وأرض اليمن وفعلا الايمان خرج من هذه البقاء الايمان يمان والحكمة يمانية الحكمة هي النبوة خرجت من النبي وهو من تهام من مكة والمدينة فمكة والمدينة من اليمن عند العرب لأنها من تهام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك سبا ده رجل ولد عشرة عشرة ستة منهم عاشوا في اليمن فين في تهامة في أرض الحجاز وفي أرض اليمن اللي هم منهم ايه بالستة دول هم مضحج وحمير وكندة والأشعريين والأذ وأنمار دي أسماء قبائل ألهالهم كم صلى الله عليه وسلم مضحج وكندة وأنمار وحمير والأشعريين والأذن دول اللي استكنوا في منطقة اليمن ومنطقة الحجاز السبتة دول وتلعت منهم قبائل العرب وتشأمة منهم أربعة يعني رحوا للشام تشأمة يعني أربعة عاشوا في الشام تشأمة أي أموا الشام فعاشوا فيها اللي هم مين اللي هم عاملة ولخم وجزام أو جزام وغسام دول ايه عاشوا في منطقة الشام والشام عند العرب من الفراط للعريش دي الشام عند العرب وما بعد الفراط شرقا يبقى العراق إنما مكان غربا من الفراط إلى العريش يبقى الشام عند العرب فشو بقى كلام النبي محدش في عصر النبي كان يعرف مين سبق ده ولا مين ولاده أصل فقال هل صلى الله عليه وسلم وكذلك جوابه في نسب قضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في غسل الصحابة فقال من منكم من معد من أبناء معد معد ده من أبناء عدنان ابن إسماعيل ابن سيدنا إسماعيل فقام عمر ابن الجهني عمر ابن مرة الجهني فقال له لا أنت من قضاعة بمجرد النظر كده أنت مش إيه لست من معد ولكن من قضاعة فقال ومن قضاعة يا رسول الله هو من قضاعة وما يعرفش قضاعة يعني ما يعرفش نسبه وده راجل عربي وقح في أصيل وكانوا يعدوا أنسابهم ده كانوا من كتر المهم بالنسب ينسبوا الحسنة بتاعته الفرس بتاعي بعارف نسبه فما بقى لك بقى نسب نفسه الفرس بتاعه يقولك ده جاء من الفرس فلاني الفلاني مع الفرس فلانة الفلانية اللي عند فلان وولدته وبعد ما وولدته مش عادت بكم سنة جابت الفرس يعني كل فرس ليه شهادة نسب عندهم والحد الوقت الفرس العربي أنساب وبيتباع بملايين الفرس العربي المنسب الأصيل فما بالك كان عندهم النسب في الفرس فحيغيم عليهم نسبهم فشبت رسول الله قال له لا أنت من قضاعة فقال له أما قضاعة يا رسول الله قال قضاعة بن مالك بن حمير جاب له بقى قضاعة وبوجد دول جم من حمير اللي هو جاي من سبق دول قضاعة حمير ده جاب قضاعة وجاب كمان ايه جاب مالك المالك ده جاب قضاعة وجاب من فرع تاني غير مالك معد تعلمت ازاي يعني دي فرعين لأن أصل حمير هم أصل العرب خرج منهم حتى معد اللي هم العرب الأصليين فجاب ايه مالك وجاب ايه الفرع بتاع معد قضاعة جاية من فرع مالك المعلومات دي كلها كان يعرفها ازاي رسول الله دي حاجات دي كان قبل ما يتولي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين ويعلمها المين دي نسبة العرب فدي برضو من العلوم الآيات الكبيرة والمعجزات الكبيرة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسبق بها عصر صلى الله عليه وسلم وكذلك جوابه في نسب قضاعة وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها أو شغلها انفع ايه بفتح الشين وضمها على شغلها بالنسب إلى سؤاله عما اختلفوا فيه من ذلك وقوله ايضا صلى الله عليه وسلم حمير رأس العرب ونابوها يعني اصل العرب حمير ونابوها نابوها يعني عمدة اهل كلامها تجد اللغة الفصيحة هي لغة حمير اللغة العربية الفصيحة حمير رأس العرب ونابوها ومنهم معد بن عدنان بن اسماعيل من حمير اللي هم خرج منهم بعد كده رسول الله سلم افصح العرب صلى الله عليه وسلم ومضحج هامتها وغلصمتها مضحج ده اخو حمير ابن سابق ومضحج هامتها وغلصمتها هامتها اللي هي ايه اللي هي وسط الرأس شوف الرسول سلام بيدي لكل حاجة حقها حمير هي الرأس كلها لكن ايه مضحج هي وسط الرأس يعني نسبها وسط في العرب وسط فتم ايه هامتها اللي هي وسط الرأس وغلصمتها اللي هي ايه اللي هي اعلى الحلقوم اعلى الحلقوم يعني شيء مهم جدا في حياة العرب شوف انت تقدر تعيش من غير حلقوم كذلك العرب ما يعيشش من غير مضحج مهمين قبائل عديدة نشأت من مضحج فالرسول سلام بيبين لك حجم كل واحدة ويبدي لكل قبيل حقها حمير رأس العرب ونابها ومضحج هامتها وغلصمتها والأز اللي هما منهم الأنصار بتقول المدينة أصلهم أزديين والأز كاهلها وجمجمتها أما الأز بقى فهي كاهلها عارف انت الكاهل اللي هي الحاجة اللي بتشيل عليها تشيل عليها الحمل وكذلك الأنصار شالوا حمل الإسلام تشفت الجمال كله والأز اللي هما أصلهم سلع منهم الأنصار اللي هما شالوا حمل الإسلام كله مع رسوله حملوه فقال إيه كاهلها والأز كاهلها وهو ما يلي العنق من أعلى الرأس اللي هي الحتة اللي بتشيل فيها لما ييجي واحد يشيل حاجة وتقيله قوي وحططها على الوسط لو خفيفة شوية يحطها على أحد الجانبية لكن لو تقيل قوي يحطها في الوسط على كاهلة وجمجمتها جمجمتها اللي هو شوف أنت رأسك إيه اللي بيحميها إيه الدرع اللي بيحمي رأسك الجمجمة الرأس العظمة دي وكذلك درع الإسلام كانوا الأنصار جمجمتها فشوف جمال النبي صلى الله عليه وسلم مما ييجي يفسف كل واحد بالحاجة اللي يستحقاه لباقة وفهم وعمق واختيار الألفاظ المناسبة للمعاني كل ده يأتي بالسليقة ويأتي كده بالسليقة من النبي صلى الله عليه وسلم شفت جمال أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وهمدان وهمدان دي برضو فارع كبير من فروع العرب وهمدان غاربها وزروتها الغارب هو موضع الكاهل من إيه بس بعد الكاهل بشوية أو هو موضع نهاية الرقبة بعد سنة من إيه الجمل فالكاهل من الإنسان هو الغارب من البعير فهمت؟ ده الغارب من البعير هو موضع الكاهل من الإنسان وزروتها يعني أعلى ما كان في جسده يعني برضو ليه موضع عالي من الجسد لكنها بعدت عن الرأس وهذا الحديث رواه البزار وقال عنه ابن حجر أنه منكر منكر مش معناه موضوع على كتر مش معناه موضوع لكنه حديث بس ضعيف نوع من أنواع الحديث الضعيف وبعد كده يأتي بعد كده لنماذج علوم النبي في الحساب والفلك علم النبي بالحساب والفلك وما كانش معروف عند العرب أنهم علماء بالحساب ولا بالفلك فيجيب لك بعض النماذج وقوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض هذا الحديث رواه الشيخان لحجة الوداع عن أبي بكرة الرسول صلى الله عليه وسلم فرد علي الحج أظن في السنة الرابعة من الهجم وحجة صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة طب ليه محجش على طول ليه محجش حتى بعد فتح مكة على طول يعني قول قبل كده مكتش مكة لسه فتح وكدار حرب يمكن مرداش يحج عشان كدار حرب طب ليه محجش صلى الله عليه وسلم بعد الفتح والفتح كان في سنة الستة من الهجم قعد ثلاث سنين بعد فتح مكة عشان يحج صلى الله عليه وسلم طب ليه ما حدش جبله كده ليه يفكر ليه ما عرفناش ليه إلا لما الرسول قال الحديث ده في حجة الوداع لو ما كانش قال المعلومة دي ما كناش عرفنا ليه أجل لأن كانت وقفة عرفات في كل الحجات السابقة مش هي عرفات الحقيقية اللي هي التاسع منذ الحجة بسبب النسيء اللي كان بيعمله الجاهلية الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يفاده ويعمله إيه عارفين إن فيه أربع شهور حرب شهر رجب اللي هو مدر رجب مدر اللي هو ما بين جمادة وشعبان ده شهر حرام حرام القتال فيه وثلاثة سرد اللي هو إيه ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاث شهور وراء بعد محرمة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر فرد كده بعيد عنهم وهو إيه رجب ديه أربع شهور حرم وربنا عملها ليه حرم؟ عمل ذو القعدة حرم علشان الناس تأمن الحرب لحد ما تروح تحج وخلى لهم شهر الحج ممنوع في القتال علشان يتهنوا ويحجوا في أمان وعمل لهم شهر بعد ذو الحجة كمان حرام ما يقتلوش علشان يرجعوا في أمان لبلاد شفت الجمال كل ده علشان يشجعهم على أداء نسك الحج يديهم شهر يروحوا وشهر يحجوا وشهر يرجعوا وبعدين أثناء السنة بيشتاء العرب عايزين يعملوا عمره فعمل لهم رجب حرام شهر حرام ما يقتلوش علشان يروحوا يعملوا عمره شفت الجمال دي فقه الشهور الحرم عند العرب اللي هو ما خدوها من أيام سيدنا إبراهيم اللي هو هو أزن بالناس في الحج لكن العرب في الجاهلية كانوا أوانطجية عايزين يقتلوا شهوة القتال عندهم مشتعلة وجاي شهر ذو القعدة يقول لك ما تأجل ذو القعدة ده وخليه خليه ايه خليه صفر ده لسه فضل على صفر يا عمي ثلاث شهور على ما ييجي صفر يقول لك ما يجراش حاجة ما أنا هنحط صفر هنا وبعدين لما ييجي صفر نروح حصين مكان ذو القعدة واخد بالك ييجوا مساء عايزين يقتلوا في رجب وشهية القتال مشتعلة معهم والحرب مستمرة فبدل ما يبعوا القتال يقول لك طب اجل رجب ده وخلي رجب نجيبه بعد شهرين نلزقه في شهور الحرم ونجيب ونخلي ده بقى ايه رمضان ويقاتله فديه اسمها النسيق انما النسيق زيادة في الكفر فكانوا ايه كانوا ينسأوا الشهور يجيب لك شهر مكان شهر وشهر يحطه مكان شهر فكان ييجي يصدف ييجي زر حجة مش في مكان زر حج فيقوموا العرب تروح تحج في شهر مش هو زر حجة يوم ما تيجي وقفت عرفات مش عرفات مش تسعى زر حجة لان الشهر ده تأجل وشلوه زي الشطرانج جده حطوه حتة تاني وجا شهر تاني فالرسول صلى الله عليه وسلم اجل حجه حتى استدار الزمان وتعالجت كل دي وجازوا الحجة الحقيقي فلما جازوا الحجة الحقيقي في التسع من الهجرة رحد صلى الله عليه وسلم عشان تبقى حجته مزبوطة ويبقى حجة عرفة عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد كده كل حج يجي مزبوط لانه اتزبطت السنة بقى ما يتلعبش فيها بعد كده من بعد حجة الوداع حجة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة اتزبطت ما فيش تأجيل ولا نسيئة في الشهور العربية فييجي الحجة مزبوط فيزو الحجة المزبوط فمنين عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الحاجات دي الا بالواحد فوقف يخطبهم في حجة الوداع يقول لهم ايه ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض رجع تاني يتعدل بعد اللخبطة اللي كنتوا بتلخبطوها وايه وخطب خطبة الوداع فده سبب تأجيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم ايه بلك منه جزء الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش معك الكيلويتر ولا بيحسب ولا شغل محاسب ولا ليه بالارقام لدرجة انه لما قال للصحابة عايز يقول للصحابة ان الشهر تسع وعشرين يوم او تلاتين يوم الشهر العربي قال لهم ايه قال لهم الشهر هكذا 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 وتالت مرة راح ايه ضم الابهام يعني تسع وعشرين فان غم عليكم فاتم معدته ثلاثين بالاشارة شفت الجماعة يعني ملوش تعامل مع الارقام كثير وحتى في مقدمة هذا الحديث قال لهم ايه انما نحن امة امية لا تقرأ ولا تكتب الشهر هكذا 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 فان غم عليكم فاتم معدته ثلاثين غم عليكم الهلال يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بيقول ايه خصلتان لا يخفيهما كثير من النار ولا يخفيهما الا مؤمن الا رجل مؤمن ايه هي دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه خصلتان دي اذا صلى احدكم الفريبة سبح عشر مرات وحمد عشرا وكبر عشرا فتلك مئة وخمسونة في العدد الف وخمسمائة في الميزان ثلاثين في خمس فرائب كام حسابها على طول صلى الله عليه وسلم من غير ما يقول له حافظ جدوى للدرب ولا لا شاوست الجمال ادي علمه في الحسابة و قال ايه اذا صلى احدكم سبح عشرا وحمد عشرا وكبر عشرا فتلك مئة وخمسون على طول كده بالسليق لدرجة تبتب ما تيجي تقول مئة وخمسين هي وجبها منين انت نفسك اللي تعلمت ومعاكش عداد جمعية قد كده انا ما اريد الحديثة عاد تحسب قلت تلاتين وخمس فرائب تلاتين في خمسة بمئة اه مصبوط لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ايه ما تكلفش انه ايه انه يتعب ويحسبها دليل انه عنده الحساب ده ملك ملكة ربانية بتقام بعد الصلاة في الختام الصلاة يعني تختم الصلاة في الحديث ده الوارد عشر مرات تسبيح الختام وارد تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين واربعة وتلاتين ووارد في حديث تاني عشرة 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 فقالوا اللي عشرة 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 اما تبقى مستعجل والتلاتة وتلاتين اما تبقى ايه مش مستعجل فحيبقوا ايه ثلاثين في خمسة بمية وخمسين في العدد الف وخمسمائة في الميزان لان الحسنة بعشر امثل يبقى درب في ثلاثين في ايه في عشر علم الجدول الدربة هو يا عم من غير كالكوليت فاذا اوى احدكم الى فراشه فليسبح دي الخصلة التانية خصلة الاولانية بعد كل فريدة يقول كده والخصلة التانية فاذا اوى احدكم الى فراشه فليسبح ثلاثا وثلاثين وليحمد ثلاثا وثلاثين وليكبر اربعا وثلاثين فتلك مئة في العدد الف في الاب والحسنة بعشر امثالها فمن منكم كم يأتي بألفين وخمسمائة سيئة في اليوم ما هو الحسنات يوزهبنا السيئات فانت لو عملت الخصلتين دول فبقى عملت الفين وخمسمائة جمعلك الالف وخمسمائة الاولانية على الالف التانية كل دا كله في حديث جميل كده ورا بعضه من غير ما يبينلك جمعهم ازاي وجابهم ازاي ودربهم ازاي صلى الله عليه وسلم فتلك الفين وخمسمائة في الاب فمن منكم يعمل الفين وخمسمائة سيئة في اليوم ما فيش فيبقى لو واحد وازب على الخصلتان دول ينجل وخصلتان بسيطتان سهلتان خدت بالك فشوف دا الحديث دا بيحضك على عبادة جميلة وبيبينلك معجزة من معجزات النبي وهو علمه بالحساس صلى الله عليه وسلم دي حاجة ونيجي بعد كده علمه بالمساحة وتخطيط المدن دي علم المساحة وتخطيط المدن دا علم كبير لدرجة ما ييجوا يحبوا يعملوا مستشفى يختاروا لها مكان معين حسب ايه الرياح وحسب اتجاهاتها وحسب طبيعة التربة وحسب طبيعة المياه اللي في المنطقة وشغلانة كبيرة وحسب عدد السكان اللي حتخدمهم المستشفى دي تبقى ساعتها قد ايه وعلى ارض مساعتها قد ايه علم بناء المستشفى دا علم في الهندس تاني وبعدين ييجي هيعملوا نادي مثلا رياضي هيعملوا هنا هيعملوا دورة مية عمومية هيعملوا في الحتة الفلانية علشان ما تجيش الريحة الوحشة وتجيبها في حتة تانية كل حاجة لها اماكن موادع معين فده علم تاني علم كبير وليه كليات وليه متخصصين ولم ينشأ الا حديثا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا العلم او عنده يعني جذور او بذور هذه العلوم كلها صلى الله عليه وسلم فيقول ايه وقوله وهو بموضع كان في مكان في غزوة من الغزوات بيقول ايه نعم الموضع الحمام وهازف يعني لو هتحملوا حمامات والحمامات ما تعملتش الا بعد وفاة النبي حوالي 30 عام شفت قد ايه ما كانتش العرب تعرف حاجة اسمها حمام الا لما فتحوا الشام لقوا ان الشوامى عندهم حاجة اسمها حمامات لكن العرب ما كانتش تعرف الحمامات والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش راح الشام ولا عاش ولا يعرف فيها حمامات صلى الله عليه وسلم اصلم ففي موضع من الموضع في غزوة من الغزوات وامعدي كده بيقول نعمة هذا الموضع الحمام هذا يعني لو هتعمله حمام ايه بعضوه في الموضع بسه من حيث اتجاه الرياح من حيث علم بالمساح لمحة من لمحات علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمساح عشان تشوف ايه الجمال وحاجة تانية علم النبي بخطوط الطول والعرض علم الجغرافية يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني وهو حديث رواد ترمزية عن ابي هريرة وصحاحه ما بين المشرق والمغرب قبله ده بالنسبة الاهل الحجاز ومسامتها طول ما انت عامل خط عرض كده واخد بالك ازاي بين المشرق والمغرب مرورا على الحجاز تجد القبلة اما لو كنت فوق هذا الخط تبقى جنوبا ولو كنت تحت هذا الخط تبقى شمالا خدت بالك ازاي لو عملت الخط ده هتجد لو كنت فوقيه يعني شماله يبقى القبلة بالنسبة لك جنوبا ويبقى ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني التتجد هيها جنوبا واذا كنت جنوب هذا الخط هيبقى القبلة بالنسبة لك شمالا ده علم الجغرافية محدش كان يعرف واول واحد يمكن اه الادريفي اللي هو عالم الاندلس اللي هو عمل كرة ارضية وخريطة للعالم هو اول واحد كان عمله ده عملها امتى ده عملها يمكن في القرن في السبعمية هجرية او اكثر فاشوف انت النبي صلى الله عليه وسلم كأن الارض دي كلها امام عينيه زي ما انت شايفها كده كرة ارضية قدامك صغيرة شايف كل حاجة فيه ويوصف صلى الله عليه وسلم وقوله وقوله لعيينة او الاقرع انا افرث بالخيل منك عيينة بن حصن الفزاري ده اسلم عام الفتح والرسول قال عليه الاحمق المطاع عليه اسمه الاحمق سمى الاحمق المطاع لانه كان عنده حمق وعنده تصرع ويسوء ادب مع الاكابر زي النبي صلى الله عليه وسلم فهو اكبر الاكابر صلى الله عليه وسلم من الخلق فكان اولى الخلق بالاحترام هو النبي صلى الله عليه وسلم والتوقير وكذا تائر الانبياء ثم الاولياء والصالحين فالرسول صلى الله عليه وسلم مع الاقرع ابن حابس الفزاري وكان زعيم قومه اسلم عام الفتح وكان من مؤلفة قلوبهم فوقت الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاقرع ابن حابس فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم خيول بتعرض عليه خيل فرس علشان يختار منها لمعركة من المعارف فعلينا بن حصن بيقول له ايه لرسول الله سبحانه سلم بيقول له انا اعلمه بالخيل منك اجلس امت انا اختار له فالرسول سبحانه سبحانه بقى يشوف بادبه قال له وانا افرس بالخيل منك يعني الفراسة اشد من العلم الفراسة اعلم وبعدين سابه صلى الله عليه وسلم مردش عليه بقى ولا قال له انت شوف بتكلم مين فوق كده وصحفة ما قالوش الحاجة دي مش احنا مثلا اللي احنا يعني غلابة خالص لما ييجي واحد يتأمر عليك يقول له انت بتعرفش انت بتكلم مين بيكلم مين يعني نطفة قذرة واخد بالك ياخرها جيفة مذرة وبين ذلك تحمل العزرة ايه ما هو اصلك انت بتكلم مين بكلم نطفة قذرة وفي اخرها جيفة قذرة وبين البنين تحمل العزرة كلك براث عايز ايه يعني ايه الالاطة يعني اللي انت فيها دي ما تحترم نفسك يا اخ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كله طوابع ازاي وجمال وحلاوة فانت لازم تطوابع للناس وتعرف ان اللي جايلك بيتأمر عليك ده وانت شايفه ان هو اوضع منك واقل منك قدرا ربنا بعتهولك عشان يكشف الكبر اللي في قلبك ده هو بعتهولك ده عارف انت لما تدي الواحد فاكسين كده علشان يجيله حرارة ويده تورم علشان تدي له وقاية من المرض فربنا لأ ان عندك ايه زرة من الكبر كده في قلبك فيروف بعتلك شحات وانت لابس البدلة لقبها والكربطة ايه والجزمة الجديدة وماشي بقى ومترقي بقيت وكيل وزارة وامين شرطة اسم الله وحاجات مندي واخد بالك زي بقيت حاجة مقام كبير وانت ماشي تلاقي راجل وضيع غلبان مأيح جلبيتهم قطعه وكله تراب واستافر كده توقي تيجي على البدلة ربنا بعته لك دوا دوا والله دا ليه بقى عشان ربنا شافك شايف نفسك فرح بعتلك دا كده وما يعلم جنود ربك إلا هو يقوله روح تافر تقوله تتعرفش انت بتكلم مين مش تعرف الرسالة لا تقاوح أكثر لكن لو عرفت الرسالة اللي ربنا بعتها لك تقول أستغفر الله لأن انت كنت شايف نفسك كبير فربنا أراد ان يرجعك لحجمك فبعتلك الغلبان دا يعرفك حجمك تتواضع للناس فاللي جاي يتأمر عليه دادوة يكتشف فيك إذا كنت حليم ولا غضوب فإذا غضبت تبقى غضوب ولازم تتأثى بالنبي وتبقى حليم فلو غضبت يبقى عرفت مرضك ربنا ظهر لك مرضك ولو غضبت أكثر تبقى متكبر ولو شتمت تبقى كمان فاحش الله دا انت عندك أمرك كتير قوي يا أخي واللي ظهرها لك الراجل الغلبان دا يبقى الراجل الغلبان دا كان يستحق إبوه سبقى ولا لأ دا تتاخده بالحب تاخده بالحب تقوله مشكرين الحمد لله لذي أهدى ليه عيوبي وآشان كده سيدنا إبراهيم بن أبهم استوحش الخلوة في العبادة استوحش الخلوة في العبادة قعد فترة طويلة في الصحاري يعبد ربه الوحد ما بيشوفش بني آدم فاستوحش البني آدم بطبعه بيأنس للناس برده ولو حتى ما يكلمهمش يشوفهم ماشيين كده بس طبيعة الانسان كده يأنس فراح خارج طلع من الخلوة بتاعته وراح دخل المدينة بس لأ وهو دخل المدينة ناس بتجري بيقوله حرامي 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 فراحوا مشكوه وهو مش حرامي الحرامي يجري لكن هو داخل في الوقت اللي بيجري فيه على حرام مسكوا الرجل الشرطي وقعد يضربه على وش فعرف الرسالة انه هو لما استوحش العبادة وعايز يأنس بالناس أهم الناس أهم ربنا بيوريه الناس أهم فقد لك شتين على وشه قال يا رب الخلوة عرف الرسالة على طول مش قاعد يتخاني وقوله أنا بريء لا خلاص عرف اتقدم رجع تاني التزم الأب فدي الحرجات دي كلها الانسان اللي يعرف يقرى لغة الله مع الناس في المواقف ده يبقى ولي نوع من الولاية مش شرط يبقى ولي كبير قوي لكن نوع من الولاية انك انت تبقى عارف غلطتك ايه وربك ادالك دي قدام دي واتترجمها على طول تفهمها فمطول حرامت يا رب دي نوع من الولاية لكن في ناس ماشية كده عميانة قاعدة تعبك ومش دريانة والزمن يهدد فيه وهو يهدد في الزمن ويدرب في الناس والناس تدرب فيه قاعد يعبك ومش فاهم حاجة خالف مش دريان بحاجة يعيش في خناقة لحد ما يموت ومش دريان ايه ربنا بيكلمك بيكلمك بالمواقف بيكلمك بمواقف كثيرة كل لحظة يريد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء في امسي زيء؟ فيتعرف عليك في الشدة والرخاء في العافية والمرض في كل حال في الغنى والفقر يريد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء فتكون عابد لله على كل حال فده المقام ده من اللي اسلموا بعد الفتح والمؤلفة قلوبهم وكان رجل شجاع وكان من المشاهير في قومه ونزلت فيه آية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هي نزلة الأقرع ابن حاج عشان لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم ما استناش خروب النبي الخروج الطبيعي بتعود الناس لا وعف كده ينادي يا محمد أنا جيد والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستريح في حجرته واعد بينادي للرسول صلى الله عليه وسلم في وقت راحته صلى الله عليه وسلم ما رعاش الأدب فنزلت الآية فيه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم مكان خيرا لهم والله شفت الرحمة بقى ربنا غفر له بيه لأنهم رحوا للرسول صلى الله عليه وسلم يريدون التوبة والإسلام ويرونه النف لكن أساءوا الأدب فلما أساءوا الأدب ربنا علمهم وفي نفس الوقت غفر لهم رحمة منه فعلمهم على شان ما يعملوش كده تاني وغفر لهم إكراما للنبي اللي هم رايحين صلى الله عليه وسلم وقوله لكتبه أو الرسول كان بيكتب بالألم وكتب صلى الله عليه وسلم وما كنت تطلق من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحل بآياتنا إلا الظالمون لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه كتب كتير عدوا منهم 43 كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده كتب كتير عدوا منهم 43 أشهرهم زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي صفيان وعلي بن أبي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا أبو بكر الصديق كلهم كانوا كتب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المكسرين كان زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي صفيان بعد إسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم بيوجه النصيحة للكاتب بتاعه هو ما بيكتبش فبيقول له إيه بقى ضع القلم على أذنك اليمنى القلم تحطه على أذنك اليمنى فإنه أذكر للممل اللي بيمليك يفتكر لما يلاقي الألم جاهز معاك يقوم إيه الفكرة لما تخطر في باله يقول هالك على طول لأنه ممكن لما تخطر في باله الفكرة وما يكونش معاك الألم على ما تروح تجابها ينشغل في حاجة تانية ينسك أنا حيقول لك إيه فشوف الكلام الجميل فلما يبقى الرسول مشغول في أمور أمته ومشغول في الملأ الأعلى ومشغول في تعليم الناس ومشغول في أحواله الخاصة وفي بيته وفي أولاده كل الحاجات دي مشغول فيها صلى الله عليه وسلم فممكن فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يبين يعلم الكاتب بتاعه ازاي يقول له تحطها ما تبقى قاعد معايا تحط الألم في أذنه فإنه أذكر للممل ولغة الممل والإيه والمملي ينفع تقول أمللتو وأمليتو الاثنين والاثنين قم في القرآن فليملل الذي عليه إيه الحق وليتق الله ربه فليملل في سورة البقرة فجد إيه أمللتو وفي سورة الفرقان وقالوا أسافير الأولين فهي تملأ منها أمليتو فجدت أمللتو أمليتو في لغة العرب وجاءت صفيحة في القرآن الاثنين فهي أذكر للممل فشوف الجمال دي توجيه توجيه تاني هو هو بيكتب هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولكنه أوتي علم كل شيء من الله حتى قد وردت آثار أي أخبار بمعرفته حروف الخط شكل الحروف نفسها كيفية رسمها وحسن تصويرها يعني من تطويل وتدوير وغيره كقوله لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم بيعلم حتى الخططين لأنك لو مديت باسم تختلط الباق بالسين فما تعرفش هل هي فيه المبدأ دي فيها سين ولا ما فيها ما يمكن تبقى بمع مش بسم فالرسول نهى عن المد إلا أن تظهر السين سنن السين عشان تباينها بسم فشوف الجمال مين كان ياخد باله بقى من الحتة دي إلا اللي بيعرف الخط فالهم لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا تشتبه السين بالباق وإلا يظهر سن السين دي حاجة وهذا الحديث رواه ابن شعبان اللي هو ابن إسحق المصر المالكي ده توفي سنة 355 هجرية وقال السيوتي عن هذا الحديث أنه لم يجده في الكتب المعروفة عنده من طريق ابن عباس وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية هو معاوية ده من كتبة النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الفردوسي للديلمية عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم قعد يكتب بين يديه النبي فقال له ألق الدواه ألق الدواه يعني أصلح مددها ألق يعني أصلح الشهي ومنها لا يليق بك كذا يعني لا يصلح بك كذا ألق يعني أصلح ومنها الياقة يقول لك حدود الياقة أنت ما تعرفش حدود الياقة لا نشهد ألق الدواه يعني أصلح مددها وحرف القلم يعني إبري سن الألم وخلي السن اليمين الحرف اليمين أطول من الحرف الشمال عشان ما تكتب ده يعرفها الخططين دي وحرف القلم يعني حدث حروف وأقم الباق يعني خلي الباق واضحة كده السنة بتاعتها واضحة وأقم الباق وفرق السين يعني خلي أسنان السين مفرقة عشان ما تختلطش لأنه ده بيكتب له الواحي والواحي ده لازم يبقى مكتوب مش مشتابه كل ده لما يسمع الكلام ده من رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ده مش دليل المعجز دليل المعجزة كبيرة أنه هو علمه شديد القوة سبحانه وأقم الباق وفرق السين ولا تعور الميم يعني ولا تعور الميم يعني ما تتمثل خمسة بتاعت الميم تخلي خمسة الميم كده ايه واضحة مش عاملها نقطة مسدودة ولا تعور الميم يعني ما تخليهش عورة سودة سبت الجمال تخطر في بالك ده من الكلام ده يطلع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أمي لا يقرأ ولا يكتب وبيوجه مين الكاتب بتاعه ولا تعور الميم وحسن الله أما تيجي تكتب الله تهتم بقى حتكتب الله بقى خد وقفة كده وحسنها تعظيما لمسماه تعظيما لمسماه تعظيما لمسماه لأنه أنت بتكتب مسمى الله يبقى اكتبها بقى بخط حلوة بقى ليش عيلك لك بقى وحسن الله ومد الرحمن تيجي في الرحمن تمده عوضا عن الالف مين نون وفي بينهم الالف يقوم يمد هنا عوضا عن الالف وقالوا كمان حتى يطابق المعنى الرسم المعنى لأن الرحمن يعني الذي واسعت رحمته الدنيا والآخرة الخلائق جميعا حتى كفارهم كويس فلازم يمدها علشان دي رحمة شاملة فيبقى ايه الرسم مطابق للمعنى فتيجي في الرحمن تمدها فيصبح رسمها مطابق لمعنىها لأن رحمة الله رحمان الدنيا والآخرة واخد بالك لأن رحمته رحمانيته تشمل كل الخلق ورحمته لا يكتبها إلا للموحدين إنما رحمانيته تشمل الخلائق جميعا إنما رحمته ما تشملش إلا الموحدين فييجي في رحمان يقول له مد الرحمن عوبا عن الألف وليطابق الرسم بالمعنى وحسن ايه ويقول له وجود الرحيم جود الرحيم يعني اكتبها بتجويد لأن ده المعنى ليخص أهل التوحيد أهل الكرامة والجود والكرم فلازم تجودها مطابقة لمعنى شفت الجمال بيعلم الخططين إزاي يكتبوا صلى الله عليه وسلم وهذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة لحكمة يعني لم تصح الرواية إن رسول صلى الله عليه وسلم كتب وإن كان ورد في حديث في البخاري في قصة الحديبية صلح الحديبية في أحد روايات الحديث في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أملأ على سيدنا علي بن أبي طالب هذا ما عهد به محمد رسول الله فاعترض الكافر وقال لا محمد بن عبد الله ولا تكتب رسول الله فأمر سيدنا علي أن يمحوها فقال والله لا أمحوها أبدا فتيروا إحدى الروايات قالوا إيه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه وكان لا يحفن أن يكتب وكتب ابن عبد الله دي إحدى روايات البخاري وإن كانت رواية واحدة بهذا المعنى وبهذا اللظر فالرواية دي قالوا إن كتب أي أمر بكتابة يعني مش كتب بيده زي ما نقول كتب الملك كذا يعني أمره كتبه يكتبه ودي الرواية الصحيحة وتؤول رواية كتب بيده أي أمره أن يكتب لكن الإمام الباجي في الأندرس قال لا الرواية الصحيحة وقال كتب بيده بقى كتب بيده إيه المشكلة وأعصرد عليه علماء عصروا كود لهم وتهدت الدنيا ووقفوا ضد الإمام الباجي وفسقوه ويتبروه فاسم إنه قال إن النبي كتب بيده واستدل برواية إيه البخاري وعشان كده وإن كانت لم تصح الرواية أنه كتب ده كلام القاد بيلمحلك على رواية البخاري يعني ما كتبش بيده هي صحة في الرواية لكن معناها مؤول إنه أمر بالكتابة ولم يكتب ردوا على الإمام الباجي وقالوا لا ده ربنا سبحانه وتعالى إيه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقطوه بيمينك إذا الارتاب المبصلون فرد عليهم الإمام الباجي قال لهم لا ده ربنا بيقول وما كنت تتلو من قبل القرآن من كتاب ولا تقطوه بيمينك من قبله أما من بعد القرآن فربما يكون الله علمه ذلك من باب الإكرام والمعجزة سأل مانع ما ربنا جمع له العلوم كلها فالآية تنفي ما كان حال النبي قبل الوحي ولم تثبت له حال معين بعد الوحي هل استمر على عدم علمه بالكتابة أم لا بعد الوحي ما قالتش لم تثبت ولم تنفي فرد عليهم بذلك فصار للأمر ووقوف فأبعوا لا مأسكتوا لا قعدوا يرجحوا كلام الباجي ولكن أغلب العلماء على القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب بيده قد كويس؟ عشان كده هو بيلمح لك القادة عياب للقصة دي والقصة دي جابها الإمام بن حجر العسقلاني في فتح البارس في شرح هذه الرواية من باب صلح الحديبية في الجزء السابع وأما علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب الرسول تكلم لغات أجنبية؟ أه تكلم لغات أجنبية غير لهجات العرب تكلم بلهجات العرب كلها وإحنا جدنا فصل مخصوص بلهجات العرب لما جم الحضارم من حضر موت وقبلت أعادنا فيه يمكن الحديث بتاع الحضارم ده أعادنا فيه ثلاث أخمسة نتكلم فين يشرحه من كتر ما هو تلاصم لأن نكلمهم بلهجتهم صلى الله عليه وسلم مع أنه ما كان شرح حضر موت أصلا ولا احتك بيهم جم يقبلوه كلمهم بلغته صلى الله عليه وسلم والحديث معروف وقريناه وشرحناه من عدة سنوات لكن الرسول تكلم لغة أخرى غير لغة العرب أتكلم بالحبشية والفارسية اللغة الفارسية والحبشية كانت أشهر لغتين معروفين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بالحبشية وتكلم بالفارسية أجاب لك إن ماذا وأما علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب وحفظه معاني أشعارها فأمر مشهور قد نبهنا على بعضه أول الكتاب زي ما قلت له وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم يعني على العرب كقوله في الحديث سنة سنة وهي حسنة بالحبشية يعني كلمة حسنة بالحبشية يعني سنة فالرسول صلى الله عليه وسلم الحبشية فالرسول صلى الله عليه وسلم جات له خميصة سوداء فيها أعلام خضراء وصفراء حطت قمشة جميلة كده أرضيتها سوداء وفيها أعلام خطوط صفرة وخضر فندأ أم خالد دي وكانت بنت صغيرة وألبسها إياها ولما لبسها إياها قال لها يكلمها بالحبشية اللي هي اتربت عليه عشان يؤانس فقال لها إيه بعد ما لبسها كده وبيتططب عليها كده ولها سنة سنة يعني حلوة حلوة يعني حسنة ده سبب إيه حديث سنة سنة اللي هو إيه يعني حلوة حلوة أو جميلة جميلة أو حسنة حسنة بالحبشية وقوله في حديث روال الشيخان في علامات السع قال ويكسر الهرج والهرج كلمة فارسية وهي القتل الجماعي وقبل كلمة حبشية معناها القتل الجماعي وإن كانت هي كلمة حبشية عربية حبشية عربية وهو القتل بها أي بلغة الحبشة وإن كانت أيضا هي عربية وقوله في حديث أبي هريرة أشكام بدردة أي دي كلمة فارسية يعني عندك وجع في بطنك لقى سيدنا أبي هريرة نايم على بطنه في المسجد بعد الصلة والصحابة قاعدين فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يغم حاله علشان محدش يفهم لأن المريض ما يحبش الناس تعرف أنه مريض والرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت عايز يأمسه وعارف أن السيدنا أبي هريرة يعرف شوية فارسي واخد بالك فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شافه كده بيقول له إيه أشكام بدردة قال له نعم يا رسول الله قال أقوم فصلي فإن في الصلاة شفاء يعني واجع في بطنك آه دي الوغة فارسي مين اللي علمه بقى ما قابلش الفرص خالص صلى الله عليه وسلم ولا رحلهم ولا رحل بلادهم فاللي علمه رب العالمين فالرسول بيعرف لغاتي عم صلى الله عليه وسلم فما تستعجبش أنت وانت بتزوره كده قدام المكسورة الشريفة تلاقي كل الجنسيات وقفين بيصالوا على النبي وبيكلموا النبي وبيتوسلوا بالنبي وكل واحد يقول بلغة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيسمعه ويفهمه ويفهمهم كله فيش مشك جلقش على الحكاية دي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة وربنا عيل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فكل من على الأرض قوم للنبي وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف يكلم لغات الناس فشفت انت بقى اشكان بدردة دي حلوة دي اه دي فرث فاجازه من هنا اجازه ان الانسان ممكن يقول كلمة بلغة غير اللغة العرب في مجلس معناه لان الرسول عمل كده بس ما يبقى ليها مسوّد يعني مش عارف يعبر الا بالكلمة دي لانه ما عندوش حصلته اللغوية ما بتصعفوش فعايز يعبر فلا ان الكلمة دي بتعبر اكتر لانه هو امكانياته اللغوية في اللغة اللي بيتكلم بيها باغف فاين روح جاهب لك حتة كده اجنبية وقصت الكلام عشان سقفت والنبي ما يدرش له في رسول الله العصوه لكن هو يدر امسا لو كان بيقولها من باب الكبر والغرور لو كان بيقولها من باب التفهين مايدرش لان هو المطلوب انك تفهم لكن لو بيقولها من باب الكبر والغرور هو ده اللي ايه اللي غير مطلوب وفي حديث أبي هريرة أشكام بدردة دردة يعني وجع وأشكام ببطن دردة يعني وجع بالفارس أي وجع البطن بالفارسية إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومتافنة أهلها عمره يعني اللي يعرف الحاجات دي بعضها بس محتاج يعيش عمره كله عشان يدرس والرسول صلى الله عليه وسلم ما أطعش من عمره مراحل عشان يدرس الحاجات دي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كما قال الله تعالى أوحين إلى رجل منهم أمي لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه صفة من العلوم يعني ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور ولا عرف هو قبل بشيء منها ولا قبل البعثة كان معروف الرسول بإيه ببعض هذه العلوم حتى قبل البعثة قعد أربعين سنة مش معروف عنه أن يعرف بعض هذه العلوم فضلا عن أنه يعرفها كله قال الله تعالى وَمَا كُنْتَ تَكْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِيَمِينِكِ الآية حنخلص الساعة 11 شاء الله عشان نخلص الفصل مع ليش عشان المقرر كده إنما كانت غاية معارف العرب قوم غاية معارفهم إيه النسب علم النسب وأخبار أوائلها بعض الثواريخ المتعلقة بأجددهم والشعر وزنا وقواسي يعرفوه والبيان نسب وخطابة هم دول بس اللي يعرفوه النسب وتواريخ بعض أوائل العرب والشعر والنسب هو دي اللي يعرفه العرب غير كده ما يعرفش حاجة تاني شو بقى ده ايه جنب علم النبي بقى وهو عربي نشأ معاهم في نفس بيئتهم عشان تعرف أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم كل ده عشان نقول أنه يوحى إليه عشان بابا الفاتيكان عايز ينشر في حوار الأديان أن رسول الله لا يوحى إليه أنه مصلح بس وقاعدين ينشروها في الانترنت أنه رجل مصلح فقط لكن لا يوحى إليه وحطوه من دم العظماء كرجل عظيم لا كرجل يوحى إليه خد بالك أن دي سموم قاعدة بتتربأ أولادنا في الجامعة الأمريكية عليه ويتربأ أولادنا في المرد دي عليه وفي كل المراكز الثقافية عليه علشان يطلع بدون ما يشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده إنسان صالح مصلح زاكي قوي الشخصية عمل من أمته أمة قوية لكنه حكاية يوحى إليه دي قبل للمناشر عايزين يطلعوا مسلم من هذه النوع عشان المسلم اللي من هذا النوع لما تيجي تقول له قال رسول الله يقول لك والله أنا رأيي أن بلاش الحديث ده تيجي تقول له يا عم دي أحكام الشريعة كذا يقول لك بس دي مش مناسبة للزمن بتاعه هم عايزين المسلم اللي من النوع ده لكن المسلم اللي يعرف أن الرسول الله يوحى إليه لما تيجي تقول له قال رسول الله يعرف أنه إن هو إلا وحي ونيوحى لا تقدموا بين ايدي الله ورسوله واتقوا الله يعني لا تقدم اراءك ولا فهمك على رأي الله وعلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنت بسمع برنامج كلمة حق من كم يوم قاعدين بيتكلموا على موضوع ايه وثيقة الزواج ومصطبفين راجل دكتور قاعد انا سمعت الحتة دي بس لانما برجع بالليل من العين رب بفتح التليفزيون كده وانا بتعشى اشوف الدنيا فيها ايه فبيقول ايه والله قال كلمة استكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تكونوا من سخط الله يهوي بها في نار جهنم سبعين اخرين فبيقول ايه على الخلق بيقول احنا مش عايزين بقى ايه نتمسك بشوية كلام تاريخي اديم وشوية حاجات تاريخية جوفاء ونقل ردت حديقتها ومش حديقتها والكلام الاجوف ده تصور قال كلمة يقولك على حديث النبي كلام تاريخي اجوف شوف المغفل ولا واحد من اللي قاعدين تمعر وجهه لسنة النبي لا المزيعة ولا الديوف لما ييجي يقول على حديث صحيح في البخاري كلام النبي يقول لها ردي علي حديقته يقول يقول احنا مش عايزين نتمسك بكلام اجوف تاريخي حتى قال حديث النبي تاريخ وسم حديث النبي بوصف التاريخ شوف تقلة الادب مع النبي هم عايزين نوعية المسلم اللي من النوعية دي هم دول اللي تفرح ومتشرح صدرهم وهي دي النوعية اللي عايزينها في حوار الاديان علشان يهزوا قلوبهم ويموتوهم على غير الاسلام فاخد بالك وده والله الكلام ده انا مش بتبله اللي عنده البرنامج ده وسجله ويسمح انا مش بتبله عليه ولا اعرف اسمه لان انا قفلت التليفزيون بعد ما اسمعت الكلمة دي لا بني بينه حاجة ولا اعرف اسمه ولا ماليش دعوة لكن انا بقول لك شوف الكلمة تقلت ازاي من لفظ انسان متعلم طبيب يمكن ما عاده اكتراف تخصصه لكن اتعلم كل حاجة اللي احترام النبي يبقى فشل عن كل شي لان لا يفيد اي علم لا يوصل الى حب الله وحب رسوله اي علم يبعدك عن حب الله وحب رسوله ويبقى عين الجهل تبقى معلومات فقط لكنها مش علم العلم هو الموصل لله ولرسوله فقط هو ده العلم لان العلم ثلاث انواع علم سطحي وعلم عميق وعلم مستنير علم سطحي اللي يعرفه كل الناس حتى اللي ما دخلوش المدارس واحد زايد واحد تزايد اثنين ان الشمسة لما تبقى حمية نبقى حرنين لما الشمسة تبقى مش موجودة نبقى بردنين ده علم بسيط ان المية تتفى في النار لو فيه نار وكبت عليه ومية ده اسمه علم بسيط يعرفه كل الناس يستوي فيه اللي دخل مدارس ولي ما دخلش مدارس وفيه علم عميق ده اللي يعرفه اللي تعلم بس ان المية مثلا عبارة عن يعني عبارة عن زرتين هيدروجين مع زرة اوكسن وان الاكسوجين ده غاز قبل الاشتعال والهايدروجين ده غاز مساعد على الاشتعال لكن لما اكتمعه مع بعض ربنا طلع منها مادة تطفئ النار حاجة غريبة اوه مؤجز من ايات اللي عز وجل فده يسموه ايه علم عميق يعني عرف الامور بقام قشوية مش المية تطفئ النار لا ده المية مكونة من كذا ومكونة من كذا وتعفعولها كذا وتعمل كذا يبقى ده اسمه علم عميق ماوصلش الحاجة برضا فيه بعد كده العلم المستنير اللي هو بعد ما تتعلم المعلومة العميقة تقول سبحان الله هو ده بقى العلم المستنير هو ده بقى ايه العلم اللي موصلكش انك تقول سبحان الله مش علم بل يمكن قلته احفر فللأسف شوف انت الرجل يقوله على حديث النبي اساطير وقوله عليه تاريخ ويقوله مش عايزين الكلمات الجوفاء كلمات النبي جوفاء يا جاهل حديث النبي تاريخ يا جاهل ولا واحد من اللي قاعدين ومنهم مأزوم بعنه زعز على النبي ان شاء الله عليه وسلم لانا لو ما كانوا كنت تكلف وكنت تكلفتها ناكد وما كانوش سجلوا الحلقة وما كانوش عرضوها ما اكد حتبقى ناكد بقى وكرسي في الكليب ونقلبها ظلم وخلاص وباظب بقى القاعد ومش هيسجلوا البرنامج وحيحرموا انها دوني تاني فانت شوف لازم تحترم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحترم كلامه ربنا ينجينا وانما كانت غاية معارث العرب النسب واخبار اوائلها والشعر والبيانة وانما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثة اهله عنه وهذا الفن اللي هو علم العرب نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وسلم ولا سبيل الى جحد اي انكار الملحد اي المائل عن الحق لشيء مما ذكرناه يعني لا سبيل لجحد الجاحد الملحد المائل عن الحق لشيء مما ذكرناه ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه الا قولهم اساطير الاولي اعادوا يقولوا كده خلاص وانما يعلمه بشر هم دول اللي ايه اعادوا يقولوا كده فرد الله قولهم بقوله لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين لا انت بتقولوا يعلمه بشر سلمان الفرسي ورومي طب سلمان ما بتكلمش عربي الا مكاف واصل فرسي والتاني رومي ما بيعرفش عربي الا مكسر واصل من رومي اعجمي فمنين بقى انتوا بتقولوا ان هو اللي علمه وييجي الكلام ده بلسان عربي مبين تبقوا ناس اوانتاجية مش فاهمين وبعدين هو عرف سيدنا سلمان امس ده عرف سيدنا سلمان في المدينة المنورة بعد الهجرة بسنوات ورسول الله ظل في مكة 13 سنة بيقول ايات معجزات فمين اللي قال هل ولو كان سلمان الفرسي هو اللي علم النبي طب ما وتحداكم فأتوا بصورة مصر ما تروح تقعدوا مع سلمان وعتولوا صورة مصر ما ما اذا كان سلمان كان فتح بقى بيت بيعلم الناس وكلية ده كان عبد خدام عندي يهودي قاعد يشتغله فلاح بيزرع له ارضه لا فتح كلية ولا بيعلم ولا النبي شافه فمنين تقولوا سلمان اللي علمه والتاني الرومي كان راجل بيشتغل عند ابن المغيرة عند ابن المغيرة خدام بيصنع له الاسلح السيوف حدام بيصنع له السيوف روم قالوا عليه اسمه بشار اسمه مش عارق بيختلفوا في اسمه لأوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقعد معاه احيانا عشان يعرف عليه الاسلام فقالوا اشوف بيقعد معرومي هو اللي بيعلمه يعلمه ايه طمنتوا عندكوا خدام باهم اعلمش ليه المغيرة اللي هو سيده اللي بيأكله ويشربه علشان يعتي بصورة النفلة كله كلام هلفيت كلام مستشرقين كفر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ثم ما قالوه مكابرة العيان يعني انكر للامور اللي شايفينها بعينك ده اسمه انكر العيان يعني يبقى النهار طالع وقالك الزنيا ليل ليل اين يا عمي ده نهار لا دهبت يتهيألك يتهيألك ازاي اسم انت مش من البلد يعني ايه مش من البلد يا عمي يقول له ما فيه نهار لا ده مجنون لا ده ساحر لهو ما ده اللي بيعمله بالزبط الحاجة اللي ادحك دي هم دول اللي عملوها بالزبط عشان بتعرف انه هم عالم جهلة ما عارفوش حاجة ثم ما قالوه مكابرة العيان فان الذي نسب تعليمه اليه اما سلمان الفارس اللي الرسول على عليه سلمان الخير او العبد الرومي وسلمان انما عرفاه بعد الهجرة ونزول الكثير من القرآن وظهور ما لا ينعد من الايات القرآن والمعجزات واما الرومي فكان اسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة علشان يعلموا الاسلام واختلف في اسمه وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة وكلاهما اعجمي اللسان وهم الفصحاء هم بقى اللي يعرفوا العربي سأيه الفصحاء وهم الفصحاء أي المعارضون من كفار قريش الل Coordinator يعني المعاندون أشدل عند العناد وعشان كده الرسول يقولك إيه أشروا الرجال اللد الخصم اللي هو إيه الألد الخصم أبغدوا الرجال إلى الله الألد الخصم اللي هو المعاند كثير العناد وكثير الخصوم ده أبغد الرجال عند الله الألد الخصم وهم الفصحاء اللد يعني شديد العناد والخطباء اللصن يعني منطلق اللسان قد عجزوا عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله بل عن فهم وصفه وصورة تأليفه ونظمه فكيف بأعجمي ألكن فالزاي بقى إذا كانوا هم الفصحاء ما عرفواش يوصفوا القرآن لا عرفوا يقولوا عليه شعب ولا عرفوا يقولوا عليه خطابة ولا عرفوا يقولوا عليه ناس ما عرفواش يوصفوه خالف فما بلد بقى بأعجمي ألكن ألكن يعني لا يوجد الإحسان أن يبين اللغة يعني بيتكلم كلام مكسر تقوموا أنت تقولوا الأعجم الألكن دا يا فصحاء يا لصن ياللي فهمين تقولوا عليه هو اللي علمه وهو جايه بلسانكم فشيء عجيب نعم وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار على اختلافهم في اسمه بين أظهرهم يكلمونهم مدى أعمارهم فهل سكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد صلى الله عليه وسلم ما تحكاش أن واحد منهم قال كلمة ولو سطر واحد زي اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك وما منع العدو وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده وذؤوب طلبه يعني اجتهاده في طلب وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به ويتعلم منه ما يحتج به على شيعته على قومه أو على شغبه في نصف بل الشيعة شغبه اللي هي المشغبة اللي بيعملها على النبي كفعل النظر بن الحارث من كفار كريش النظر بن الحارث كان من كفار كريش وقال لهم إيه قال لهم أنا حاعد أحكي لكم أساطير اليونان والإغريق زي ما محمد كلا بيقعد يلم صحابه ويحكي لهم أساطير الأولين وقعد يحكي لهم تواريخ فارس وتواريخ كسرة وتواريخ قيصر ويقول لهم الكلام طب ما لو كان النظر بن الحارث كان عارف الحكاية دي كان راح قعد شوية مع الواب العام ده ولا قعد مع سلمان الفارس يجاب له شوية كلمتين حلوين وقالهم لو كانت المسألة منهم لكن المسألة مش منهم كفعل النظر بن الحارث بما كان يمخرق به يمخرق يعني يفتع للكذب من أخبار كتبه وهو دا اللي نزلت فيه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله نزلت في النظر بن الحارث اللي هو قال لهم هقول لكم زي اللي بيجي على محمد هقول لكم زي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله سورة الإنعام ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب ولا هو سافر ولا غاب عشان نقول ده غاب مدة وتعلموا جائل فيقال إنه استمد منهم بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغاره وشبابه الغانم على عادتهم وعلى عادة أنبيائهم ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة اللي هي في مال خديجة أو سفرتين لو حسبنا سفرية النقصة مع عمه مع سفرية خديجة مال خديجة يبقى سفرية أكثر حاجة عرف لم يطل فيهما مكسه مدة يحتمل فيها تعليم القليل فكيف الكثير بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقه وعشيرته لم يغب عنهم ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قص أو كاهن ولما كان مخيم في مكة لشفوه بيروح لحبر يعني عالم من علماء اليهود ولا بيتردد على قص يعني عالم من علماء النصارى ولا بيعود مع كاهن من الكهان اللي بيعودوا في المعابد ولا لقوه بيعمل الحاجات دي كلها بل لو كان هذا بعد كله يعني لو كان عمل الحاجات دي كلها وجاب القرآن برضو كان يبقى برضو معجزة كبيرة فما بلك هو ما عملش كده وجاب القرآن بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز القرآن قاطعاً لكل عذر ومضحباً لكل حجة ومجلياً لكل أمر والله أعلم ونقف على الفصل السادس والعشرين من خصائصه صلى الله عليه وسلم إنبائه يعني أخباره عن الملائكة والجن وغير ذلك إن شاء الله الخميس القادم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنْ وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي